مرحبا كيف حالكم وصفت اليوم باليقطين بتشاحي عملتها من قبل باللحمة حبيت اليوم عملها بالدجاج طلعت كثير زاكي شوحت الدجاج بالزيت اللي حمصت فيه الغارة اضبت البصل والملح وغمرتها بالماء لتستوي وبهاي الاثناء اشرت اليقطين وشويته بالمقلاة الهوائية وبلشت احضر بالسوس واللي هو عبارة عن مي وطحينة عصير ليمون وزبادي بنص مدة استواء الدجاج اضفت حمص منقوع واخر عشر دقايق اضفت القرع وقليت لهم توم مع كوزبرة اخر شي عند التقديم اضفت السوس بتتقدم مع الرز الابيض حرفيا بتشاهي تجربوها رح تعجبكم ولو حابين تشوفوا الطريقة بشكل اوضاح ادخلوا على الرابط اللي بصندوق الوصف ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر